ربما ما يجري ربما ما نراه أمام أعونا خير ليه؟ لأنه صورة فاضحة فاضحة للفلسطينيين اللي بتجرب القادية الفلسطينية وفاضحة للي بيتكلموا عن القادية الفلسطينية من التراث الإسلامية وهم خواء في خواء وفاضحة أيضا للاحتلال الإسرائيلي اللي بيقوم بكل المبيقات السياسية وكل المبيقات اللا إنسانية على الهواء مباشرة غير مبالي بأمم متحدة ولا حقوق إنسان ولا غيره القوي ما بيسمعش حد القوي ما بيهموش حد القوي القانون الدولي تحت رجليه ده الصورة اللي قدامنا وتخلي كل الأجيال تكفر بكل القوانين الدولية والمواتيق الدولية والمؤسسات الدولية أيضا النهاردة الصورة أمامنا معبرة النهاردة لا أجد كثيرا من الكلام والتحليل فيما أقول لكن هناك بعض القراءات لما يجري إنه ربما ما يجري الآن معد ما يجري الآن في الصورة داخل المسج الأقصى محطط 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 اشتركوا في القناة